مقالي ومقاله وبعد الحسرة ماذا تعلمنا المنديال مولد كبير كل الناس هناك كل الناس فرحانة البهجة شديدة جدا باش مهندس متى يمكن ان نكون هناك لكي نكون هناك اولا نكون هنا هنكون هنا كمان من غير ما تكون هنا لا احنا مش هنا هقولك يعني ايه مصطفى العقاد المخرج العقاري اللي راح دحية حدث ارهابي بالصدفة كده في الاردن انتجر فيه يعني يقوم بله وهو في داخل على فندق والعقاد ده يا جماعة هو اللي عمل فيلم الرسالة هو اللي عمل فيلم عمر المختار افلام عالمية العالم كله وقف يضرب تعظيم السلام يعني جاب انتوني كويني مثل ايه و و و و و و و حاجة فكان دائما يسأل هذا السؤال في كل وطن عربي كيف ومتى نصل الى العالمية بصفاته كان مخرجا عالميا بالفلمين دول وصل الى العالمية قال كلمة بسيطة جد عشان تكون تصل الى العالمية لابد ان تتفوق في المحلية بتاعتك ايوه في المحلية صحيح بمعنى وقتها كتل الافلام في ايطاليا كله بيشتغل الويسترن كو بويز و الحاجات بيقلدوا امريكا ما عملوش حاجة لان اللي عايز يتفرج على افلام وسترن و كو بويز و مش عارف ايه يروح امريكا لما راحوا مغيرين واشتغلوا على سينما الواقعية وطلع الجيل العبقاري بقى انا مانياني و مش عارف مين و قدام يعرفوا الكلام ده اصبحت السينما الايطالية في وقت ما تتفوق في هذا اللون على هوليوود وطلع بقى مستوريال وطلع مش عارف روزانا برادزي وطلع ممثلين عالميين فانت عايز تفوق هو لما جم يده جاجة نوبل في الادب ادوه النجيم محفوظ ليه لانه تفوق في نقل المحلية باسلوب عالمي استطاع العالم ان يقرأ عن الواقع والمصري ويفهم الحارة المصرية ويفهم الترديشن يفهم الثقافة الكالشر بتاعنا وطبيعنا من خلال قراءة النجيم محفوظ اللي العالم كله فهمها وراءه فاخد نوبل انت استاذ ابراهيم ما لم يكن لك هوية ولذلك انا مبسوط ليه من من كاس العالم اللي موجودة دي لا العرب ليهم طعم الكرة العربية حتى لم لم تحقق ان ما تبقاش موجودة في النهائي بقت موجودة في الدور قبل النهائي ما فيش فريق عربي اه انا اسف يعني باستثناء قطر ما عملش نتيجة مبهرة ما علمش على الناس اه قطر برضو حتتنبه ان مش بالتجنيس تقدر اه تعمل فريق وطني بالمعنى فريق وطني لان كل الفرق بتلعب انت مرة مرة تونس جابت لعيب برازيلي جانسته ما عملتش حاجة واخد بالك لكن انا انت ممكن يبقالف محترف اتولد برز المغرب وزاد جزائر وعاش بره بس في الاخر دمه عربي ابن مهدر وما بيجي يلعب لك بيلعب بهذه الجينات وهذا الدم وهذا الانتماء فانت السعودية كسبة الارجنتين طرفي النهائي الارجنتين وفرنسا خسرهم العرب خسرهم في الاتاري اللي ماكملوه تونس والسعودية والمغرب كمل التهم بقى اسبانيا خسر من فرنسا بصعوبة يعني لا والتهم يعني بصعوبة بقى يعني طبعا لاني خلاص بقى اقدامه اترساخت والفرن لكنه ماتش مبارح ده اوقف عداد المغرب بلا هزيمة ست مباريات دولية المغرب بلا هزيمة من دور المجموعات بتاع 2018 مخسرش في كاس العالم نعم بكرمك على كاس العالم لا يعني ست مباريات في كاس العالم بلا هزيمة يهميني الاداء اللي حصل طب انت لو تفتكر في دور مجموعات بعد الجولة اللي احنا قلنا ايه عشامنا في المغرب سعودية عملت اداء رائع ولو احرازت ضربة الجزاء امام كرواتيا كانت اتغيرت كانت الدنيا اتغيرت بنسبالها حتى غانا دانبولندا بولندا اسف دانبولندا 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 ده فريق حديدي اللي فاندوفيسكي يعني وخطأين يعني المهم يعني عايزة اقولك لا الكرة العربية عبرت عن هويتها عن طعمها الكرة العربية لو استطاعت ان تكتسب السرعات بتاعة الكرة الاوروبية ما فيش للوقتي موزين قوة مش بعيدة زي ما كانت انا يعني بعد ما تحصرنا انت عايزة احنا بقى بعد ما تحصرنا كل هذه الحصرة على وقت هنرجع تاني نقول ايه ازاي نكون هو انت ارجع التلات سنين اللي فاتوا دول كيف استعدت السعودية ونظمة نفسها وابتدت تستعيد البطولات الاسيوية وابتدت تستعيد المكانة الاسيوية وابتدت حتى على صعيد كاس العالم الاندية بقى لها تواجد واخد بالك ايه صار في النظر عن الخصارة لان الاهل كان يوما لا يقاومه فيه احد يعني الهلال والاهل ده يوما كان الاهل لا يقاوم فيه انما ما تيجي تشوف السعودية لا الدوري بتاحها اختلف في السنتين اللي فاتوا دول جدا وابتدت نتائجهم تتعدل غير الاربع سنين اللي فاتوا فده مؤشر ان الكرة السعودية طلع كده كويس وانا بقولك لو كان الجزائر قد تأهل دي كانت مفاجأة امام الكاميرون حتى الكاميرون قدى بشكل جيد يعني لكن لو كان الجزائر هو اللي موجود كنت حتشوف برضو فريق لان عندهم لعيبة على دراية بالكرة الاوروبية وعيشة في اوروبا انت عارف حتى فرنسا من نجمه الاول لنجم العالمي كريم بن زيمة وكان سابقا زين الدين زيدان عرب العرب الافارقة موجودين العرب الافارقة من كل انحاء القرى السمراء هم المواهب الابرز على الصحة العالمية دلوقتي فانا وانا نحترم نحترم تاريخنا نستلهم منه اسباب النجاح كنا منظمين جدا في السابق وكنا اكثر عدالة من الان في كل شؤولنا حتى لو بعد الاحيان يقول لك ايام فلان الفلان تحيوزات لحظية لكن كان النظام موجود اي اخي كان على الاقل المخطئ بتشطب لا ما هو فيش ده تشطبت نجوم بحد شقدر يقرب منها عشان تلعب في نتائج المباريات وتوقف نجوم واحنا طالعين على دورات المباية من ايام حسين حجازي لحد الستينات وشطب ثلاث نجوم بالكابتن علي الحمولي والشغبي مش عارف مين وبعده هشام عبد الرسول وبعده انا مش عايز اقول اسماء لكن ايا كان انا عايز اقولك لم يتقف احد امام نجومية احد الصح والغلط ودي نقطة واجبة انما احنا جينا نظمنا بطولة هنا لعيب اخطأ خدت ضده قرار اطلعه القرار بقرار من اتحاد اللعبة واحتفظت باللعب واحتفظت باللعب ووصلت ان اللعيبة اللي موجودة في المعسكر عندك هي اللي تضغط عشان تحتفظ به يبقى كلمتهم قدام كلمة الادارة وتفوقوا على الادارة كانت النتيجة اه يا سيد اتأهلنا وروحنا كاس العالم عملنا ايه في كاس العالم انشغلنا بكل شيء لكرة القدم احنا رحنا حققنا للعبقرية بتاعة الصفر في كاس العالم وبقينا في المركز قبل الأخير من 16 فرقة ورانا كان بانا مباين ولا مش عارف ايه تكسب ازاي مش بتحاسم حد نظامك متغير ما شفتش حد في العالم بيغير يقولك السنة دي الدوري كان فرقة قبل الدوري بأيام وبأسابيع اي مش واحد يقولك الموسم بعد القدم هنبقى كده لا ما شفتش حد يقولك عدد الأجانب بعد شهر هيبقى كده وانت عندك عقود واخد بالك منتزم بيها فيديك شومة انك تسيب اللعيبة اللي انت متعاقد معها ببلاش او ما تعرفش تسواقها على الالو وترجع من وراء اموال زاتها معنا اي كل ده ازاي وانت بتشوف انك ممكن الفيفا وانت مؤسس كرة القدم في افريقيا تعاين لك لجنة وكأنك تحت عارف انت عديم الأهلية تحت الحراسة عديم الأهلية بيعاين لك لان ما عندكش كوادر وتقعد ثلاث سنين في الوضع اللي شازد ويسأل الأمر خماسية ثلاثية واحدين واحد يسيطر ويبقى قراراته ايا كان هو قدرته ايه وحسن النواة ولا لا لكن مش ده النظام في بلد كبيرة زي مصر الاندية الاتحادات التي يعاين لها من قبل الفيفا موظفين يقبضوا من الفيفا هي الدول اللي ما عندهاش كوادر لكن مصر وتقبله هذا الوضع وبالعافية بعد ضغوط شديدة جدا ترجع بنفس الاسماء وبنفس مراكز القوى الكروية اللي انت احنا امالوا فلياكم بنفس الاسماء بتسدون خطط جديدة لكن اذا فضلنا على الواقع بتاعنا ده استاذ ابراهيم ان صاحب الصوت الاعلى صاحب القرارات اللي هو ايه بقى وصل لما سألت ان انا هي كده مش هبررلك ونسمع تعبيرات ما سمعنهاش في اي حتة في العالم في التحكيم سمعنا بروتوكول وسمعنا احتواء وسمعنا مش عارف ايه وسمعنا السفارة بقت ادارة يعني ما بقيتش عدالة ما بقيتش قرار فني بقت توجيه اداري ويطلع رئيس الحكام يدافع عن هذا التوجه بنشوف الشيء ونقيده في كل موقف الشيء ونقيده الشيء ونقيده الشيء ونقيده نشوف ناس بتستفيد من اخطاقها وناس بتحاسب على اخطاقها بصرامة الاسماعيلي يمنع من فقضية واحدة يعاقب بخصم نقاط ها ومازال مهدد لانه ما سددش ومش قادر يسدد ومحدش بسنده ماليا زي ما بيحصل مع غيره طول ما احنا مش عارفين نشرح للناس ها ان مسألة الرعاية دي مش مجملات كل واحد لازم يعظم يعظم الباقة التصويقات بتاعتها عشان يعرف يجيب فلوس والله انما عايشين في دايرة تشمعنا نشمعنا نشمعنا نحن عايشين بنعرف الناس يعني امور لا يجي بالخلاف عليها هما يا أستاذ إبراهيم تخيل ان اي حد تاني من برا مصر بيتفرج على المصر الرياضية دي وهي مشغولة ببديهيات هو مين قدت في قمة السزاجة الحية مين قدت الرأي المفروض تكون امور متنية مين قدت الرأي والتنوير الاعلام الاعلام لم يبتع الاعلام وهو منقسم على هذه القضية مش استغرب اه يعني جماعة عايشين تفهموا الناس ان لا ده اصل الاهلي مش متفاق ده بيتجامل بيتجامل باتنين مليار ويطلع لك واحد كل يوم يجي راعي يقولك انا ليه جيت للنادي الاهلي عشان استفيد عشان استفيد والرعي اللي كان السنة العقد اللي فات بياخد الاهلي برقم النهاردة بياخد الاهلي بضعفين تلت أضعاف مش هو ده معناه ايه ده حد زود عليه مش هو لا وحتى اللي بيجدد ما هو فيه ناس جددت مين جيل سي جددت مستمرة يعني فيه فيه رعا مستمرين انما الرعا رأي سين يعني كل عقد تلت أضعاف وده معناه ايه معناه انه بيحقق ارباح كافية جدا من خلال علاقته بالنادي اللي قالي تخليه بالعقد اللي بعد منه يدفع ضعفين والتلت أضعاف كسب اه كسب بالزبط وحتى اللي مجددش يعني شركة التصالات بترجع بعد عقدين لا يعني هي عايزة تاخده بس حد عل عليها لكن دخل والآخر رمأ كان بتنافس انها تاخده مش تخلت فحد غيرها دخل اذا هي الاهرام لما كان بياخد عود الاهلي كل مرة خش الاهرام تيجي بريزنتيشن تعلي عليه والاهرام يبقى زعلان انه مخدش العقل وصلاة يعلى على الكل وصلاة يجي على على الكل بعدين ترجع بريزنتيشن والاهرام كل دول مش بيهذروا بدي هيات والله احنا مدايعين وقتين اذا مثل هذه الأمور التي لا يبقى كل المسؤولين شغالين عشان ايه في الأجهزة الرياضية والاتحادات ازاي نعرقل ده عشان نساعد ده لا قال للعدالة هو العدالة هنرجع تاني على فكرة انك انت تاخد مش عارف من ايه تدي الايه لا ادي ساعد بالشبكة ما تساعدوش بالسمكة ادي وسائل انك انت لما تعمل تاخد مش تستنى الاعانات وليكن الدولة عايزة تدي اعانات بعض الشيء لأندية لاني لسه مش عارفة تصل الى النغمة الصحيحة في التسويق لحد ما تقف على النغمة الصحيحة في التسويق ممكن تساعدها ساعدها لكن بمساعدات مش تبقى بتتحملي عنها مشاكلها طيب انت بتسألني لازم هنا الاول ما تبقىش الحاجات دي كلها موجودة لازم ملعبنا تبقى كلها كويسة احنا ملعبنا كويسة مش كلها طبعا لا قليل اللي كويس قليل رغم ان بنصرف كتير جدا لكن يعني الاستاذ على طوق ده بلو عشرين سنة الاستاذ ده بتأتي راش خبر الا غلق الاستاذ للصيان لمصلاحات اه مصلاحات وبيصرف ملايين ليه يا اما هو متأسس غلط من الاول الارضية دي يا اما الشركات اللي بتيجي بتاخدوا الارخص مم ما بتعملكش الاسوب فانا الاوان لان الادوات والبنية التحتية هي اللي بتساعد على الاداء الملعب لما تكون كويسة المهارات هتقدى بشكل جيد لما ييجي فيتوريا لما كان منوش يسيب يروش الملعب يقولك ده عشان يعطى المنافسين جيه فيتوريا قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده الملعب لاجنة تبقى منداء لان ارضوكم مش احسن حاجة عشان يقاع اللاجنة يكون اسرع اسرع اذا اللي بيلكوا من اوروبا ايه المهارة موجودة وده قال افايس انا قلتلك اذا الكلام بالعكس ده المهارة الفطرية ربما تكون الموهبة احسن انت عندك الطعم اللاتيني عشان كده اقولك بطعمك انت بقى قدي بمهاراتك اللذيذة دي بس بالسرعات الوجبة بلاش اتهتها في كل في تفكيرك وفي تنفيذك وترجع لورا وتقعد ترجع لورا قانون كرة القدم بيتغير ساعات عشان ترجيع الكرة وانت عارف ما ينفعش ان دي فلسفتنا ونسد احلامنا هو النهاردة المغرب في كاس العالم في دور الاربع صح النادي الاهلي كان مرة تالت العالم في كاس العالم لاندية ما هو كاس العالم للمنتخبات يكافئه كاس العالم لاندية وكاس العالم للقراط